اولا التعجيل بعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الاداري للدولة واصحاب المواد المخاصة اعتبارا من اول ابريل 2023 بحيث يهزت بموجبها طيب اقولوكم بس الكلام عشان حساقفة لما ساقفوز طيب بحيث يهزت بموجبها دخل الموظف بحد ادنى الف جنيه شهريا ثانيا زيارة الحد الادنى للاجور للعاملين بالدولة وذلك على نحو التالي بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهريا بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهريا بالنسبة لحامله درجة المجلسير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهريا بالنسبة لحامله درجة الدكتوراه من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهريا ثالثا زيادة المعاشات المنصرفة لأصحابها والمستفيدة عنهم لتكون بنسبة 15% اعتبارا من أول إبريل 2023 رابعا رفع حد الإعفاء الضريب على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنويا اعتبارا من أول إبريل 2023 خامسا زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25% شهريا اعتبارا من أول إبريل 2023 شعب مصر العظيم إن مصر الوطن الأعظم الذين انتمي إليه وانتمي إلينا هو منتهى الأمل وغاية الحلم وأبنائه الذين واجهوا التحديات منذ أن كتب التاريخ على أرضه هم وحدهم القادرون على صون مقدراته وصناعة حلمه وتجرد أبنائه اليوم في حبه سيكتب بحروف الفخر ليكرهوا الأبناء والأحفاد في الغد إن شاء الله